طبعا العلاج بيعتمد على تصحيح الشكل الغذائي لطعام الطفل يعني الجزء الرئيسي في العلاج عشان تبقوا فاهمين مش الدواء الدواء مهم جدا بس الواحده مش كفاية لازم أكل الطفل يكون فيه أنواع متعددة من الحديد فيه حاجات في الأكل فيها حديد كتير جدا وحضراتكم ما تعرفوش أو جزء كبير من حضراتكم ما يعرفش فيه أنواع من الأكل كتيرة جدا مفيدة جدا لأنها بتحتوي على كمية كبيرة قوي من الحديد بس الناس فاكروا كله أن الحديد موجود في التفاح وموجود في الموز مع أنه مثلا البلح اللي هو الطمر من أغنى المصادر بالحديد العدس البني العدس بتاع الكشري ده خلاص شوف أنا بقول لكم إيه بتاع الكشري لأن إحنا العدس ده لو تعلمنا أن إحنا نديه للأطفال أو إحنا ناكله مش لازم في الكشري أو حتى في كشري مش مشكل ده كويس جدا يبقى البلح من المصادر المهمة جدا العدس البني اللحمة الحمرة البنجر التين البرشومي التين التين ده خلاص الأرسيا السبانخ الكبدة بس مش كتير يعني الأطفال أو حتى الكبار يأكلوا كبدة مرة في الأسبوع بس خلاص من المصادر الغنية أو الحديد الجرجير الملوخية التفاح الكومترة الموز العسل لسود البتنجان الطماطم عصير الرمان كل دي أو الرمان طبعا شخصيا يعني الرمان أو عصيره كل دي حاجات العنب فيها حديد كل دي حاجات فيها حديد وحديد كويس يعني حديد جامد حلو فتخيلوا بقى ده لما الطفل عشان كده بقى الأمة أو الأب اللي عندهم طفل عنده أنيميا نقصة حديد والأم تقولي يا سمع بيحبش اللحمة انتو فاهمين أطمان الحاجات دي كلها موجودة يا جماعة ده حتى التمر ده أنا قلتلكم قبل كده إنه مش لازم نديه للطفل صريح مع إنه هو حلو يعني هو كويس في حد ذاته كده كويس يدخل في المخبوزات حتى اللي تتبع في الأفران الحاجات الحلوة اللي بتحط فيها عجوة دي معو العجوة دي يا طمر خلوا بالكوا قوي من الحاجات دي فيتامين C بيزود امتصاص الحديد في الجسم فيتامين C عشان كده أنا بنصح كل الأمهات اللي بيدو لدهم دوى حديد يعني بعد ما تدي له جرعة الحديد اديوه شوية كده من عصير بورتقان أو عصير لمون أو أكلوه حاجة فيها فيتامين C فهمتوا قصدي؟ لأن فيتامين C بيزود امتصاص الجسم للحديد بيقل امتصاص الحديد في الجسم بسبب الشاي وهنا الناس ممكن تقول شاي ايه للأطفال لا في عادة شاهيرة جدا ان فيه أمات بيدوا الأطفال بسكوت يسقوه في شاي ودي عادة خطيرة جدا وزي ما قلتلكم بقالي سنين الحقيقة بقول الموضوع ده ان العادة دي عادة خطيرة جدا بنسبة لأسنان الأطفال وبتسبب الأنيميا لان الشاي بيمنع امتصاص الحديد القهوة بتمنع مصاص الحديد وأنا بقول لكم القهوة وأنا مكسوف الحقيقة لأنه بقيت أشوف أطفال أطفال بالمعنى الحرفي بيخرجوا كده في أماكن خروج ويطلبوا قهوة مسلجة وكده وبيعتبروا أن ده المشروب القومي يعني مشروب المرحلة وده غلط وغلط على اللي بيبيعوها للأطفال الصغيرين لو أطفال عندها 8 سنين و9 سنين يقول لك فروزن كوفي وحاجات كده وأنواع بقى مختلفة بس الفكرة كلها أنه مضروبة يعني مع تلج فتبقى بردة سقع إنما هي في الأول وفي الآخر قهوة فالقهوة ليها أضرار خلاص غير بقى أن القهوة بتمنع عنصاص الحديد المسكينات بشكل عام وأدوية علاج النقرس وأدوية الحموضة واللب اللب بكل أنواعه بيمنع عنصاص الحديد طبعا المصادر الغذائية اللي احنا قلناها من شوية كلها مهمة بالإضافة للأدوية واللي بتكون في سورة نقط للأطفال الصغيرين أو سائل أو أقراص للأطفال الأكبر وهنا عايز أقول للحضراتكم نصيحة أو نصيح سريعة جدا جدا بخصوص الأدوية ممنوع ناخد الأدوية من نفسنا من غير ما نرجع للطبيب يعني ممنوع نسأل كده نقول له للصيدالي إيه ادينا حديد كوي ادينا نوع حديد ما فيش حاجة اسمها كده الحديد أنواع وجرعات وأنواع بتمتص من حاجات معينة يعني فيه أنواع من الحديد بتمتص من الاثنى عشر ما بتدخلش يعني بتدخل المعدة بستمتص في الاثنى عشر فهمين قصدي؟ ممنوع إعطاء الدواء بالحليب لبن حليب لأن اللبن لبن الحديد وممكن نضب تنظيف الأسنان بعد تناول الدواء لأن الحديد بيترك لون على الأسنان لون غير دائم ومنقلقش من الإمساك أو تغير لون البراز إلى اللون الداكن وطبعا خامسا لازم كل الأدوية مش بس الحديد تكون بعيد تماما عن متناول إدين الأطفال وزي ما قلتلكم ممنوع أن احنا نقدم اللبن الحليب للطفل قبل عمر سنة خلصت حلقتنا النهاردة في يحكى أن إن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة سلام عليكم